رجل كان مريض في رمضان الماضي ثم توفي رحمه الله في شوال يسأل أبناؤه ما هي كفارة الصيام على والدنا إذا كان عاجزا عن الصوم لا يستطيعه أو كان الصيام يؤثر عليه فأفطر لذلك واستمر عذره ومرضه حتى وفاته فإنه حينئذ لا يلزمهم شيء لا من صيام ولا من كفارة ولا من فدية ولا من غير ذلك وأما إذا كان عاجزا عن الصوم في رمضان فاستطاع أن يصوم لكنه فرط وسوف فحينئذ يجب عليهم قضاء تلك الأيام